العمل في الترجمة عمل دقيق جدا وصعب جدا وإحنا في مصر عندنا كفاءات في الترجمة سواء من أساتذة الجامعات أو من يعمل فيه الترجمة كمجال متخصص إزاي المركز بيدعم المترجم؟ لأنه مفروض يبقى فيه دعم مادي ليه أنه بيتفرغ لفترة طويلة جدا فيه مترجمين بيعودوا بالسنوات عشان يترجموا كتاب واحد سواء في علم الاجتماع أو الفلسفة أو كتب الخاصة بالروايات والأداب المختلفة في العالم الدور اللي بتقدموه للمترجم المصري طبعا المترجم بالنسبة لنا هو أساس المركز القومي للترجمة إحنا بنستقبل مقترحات المترجمين طبعا كل المترجمين المثقفين بالأساس بعضهم متخصص في الترجمة بعضهم متخصص في مجالات معرفية زي الفلسفة وعلم الاجتماع والتاريخ والجورافية والعلوم الطبعية وهكذا يعني إحنا بندعم المترجم من خلال أن إحنا طبعا بيبقى فيه عائد مدى مقابل الترجمة بيحسب طبقا لعدد كلمات النص الأصلي بفئات محددة بيحددها المركز بنتعاقد مع المترجم في فترة محددة يسلم الترجمة طبعا إحنا بنرجعها وبنفحصها وبنتأكد من دقة الأسلوب وصحة الترجمة وكل الإجراءات دي وفيه لجان المراجعة أكيد لكل كتاب طبعا وطبعا بياخد نظير مكافأة مالية نظير الكتاب اللي بيترجم طيب فكرة الإقبال على الثقافات الأخرى ده بنلاقيه في الأفلام ده بنلاقيه في اللعب مثلا في البلاي ستيشن وفي الكلام ده هم الشباب بتحب أنها تتعرف على الحاجات الغريبة هل بتحب أنها تتابع قراءات وتتابع أدباء مختلفين ولا يمكن أطفال عشان أهلي بتوجههم فلسه يعني يقدروا يوجههم شوية الشباب لوحدهم اللي هم عندهم اختيار القرار أو القدرة على اتخاذه بيعملوا كده ولا بيفضلوا الروايات الترند أكتر طبعا هو دي يعني حاجة واضحة جدا وظاهرة على الأيام دي أن فيه إقبال كبير جدا على الروايات زي ما حربي بتقول الترند ودي في الأغلب بيبقى دور النشر الخاصة هي اللي مهتمة أنها تترجمة إحنا طبعا بنترجم أدب عالمي بس بنترجم الأعمال اللي بتبقى أعمال أدبية فارقة في تاريخ الأدب وده مش معناه أن إحنا طبعا بنهمل الروايات المهمة بالعكس إحنا بنترجم روايات أخرى مهمة من ثقافات مختلفة وبنأكد كمان على أن إحنا نترجم من اللغات الشرقية ومن اللغات الأفريقية بحيث أن إحنا نطلع على ثقافات الشرق سواء الأدنى أو الأقصى بنترجم روايات وأعمال قصصية وإبداعية من الصين ومن اليابان ومن كوريا ومن اللغات الفارسية والتركية والإفريقية كمان والإفريقية طبعا الأدب الأفريقي موجود مهم جدا جدا طبعا فأكيد زي ما حابت بي تقولي طبعا إنما في حاجة كمان إن إحنا بداية لازم نخاطب الآباء ونقولهم إزاي ممكن يختاروا عمل مهم ينمي قدرات الأطفال فإحنا مثلا عملنا سلسلة اسمها سلسلة علماء صغر السن صدرت في 12 كتاب بإخراج كويس جدا بورق ألوان بصورة ورسومات ما هو ده اللي حيفرق الولاد حيتعرضوه ولا لا بحسب الحاجة جاذبة لو زي الكتب اللي كنا بنشوفها إحنا وإحنا صغارين أعتقد إنه صعب إنهم يقبلوا على حاجة كي دلوقتي لا بالعكس فيه قبل كبير جدا على نوعية الكتب دي ولس حريب تقول إنها مطبوع أربعة لون وعلى ورق محترم لا أكتر من أربعة لون ده بطبوع ألوان وعلى ورق محترم طبعا وكل كتاب لا يتعدى إلى 40 صفحة كل كتاب بيتناول أهم الرواد في علم معين زي علم الكيميا زي علم الفلك زي التنجيم وده طبعا نوعية الكتب اللي بتشجع جدا الطفل إنه يقرأ بعد كده بشكل موسع لما يبقى شاب أو بيحاول يختار هيحب إيه بعد كده